قرى سفير مصر في بيلاروسيا إيهاب نصر إن زيارة الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى بيلاروسيا ستفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين مشيرا في لقاء خاص مع موفدة أكسرا نيوز إلى أن الزيارة تعكس طبيعة العلاقات وحجم التقدير البالغ والعميق الذي تتمتع به مصر في بيلاروسيا على كل المستويات هذه الزيارة بالزاد بتكتسب خصوصية يعني أنا بشوفها خصوصية شديدة التمييز أولا لأنها الزيارة الأولى على الإطلاق لرئيس مصر منذ الاستقلال وفي تاريخ بيلاروسيا ثانيا لتنوع وشمولية المجالات اللي بتغطيها الفعاليات الزيارة بتشمل تقريبا كل المجالات الواعدة أو القائمة في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا الزيارة ديب بهذا المستوى الرفيع يعني بتفتح أفاق إضافية وبتعطي رسالة قوية بباشرة لمنتجة المجتمع الأعمال في البلدين بالتحرك يعني لاستكشاف قدرات الاقتصادين فأنا بشوفها رسالة قوية مهمة المصر عادة مصر قوية المؤسرة فاعلة لها بتحظى باحترام بالغ لمواقفها لسياستها لرؤاها وقال سفير إيها بنصر إن العلاقات المصرية مع بلاروسيا شهدت منحنة تصاعديا كبيرا بلغت دروته في العامين الماضيين على المستوى الاقتصادي والثقافي والتاريخي والصناعي مشيرا إلى زيادة عدد السائحين البلاروس إلى أربعة أضعف العلاقات بتحتل أهمية كبيرة بالنسبة كمان للجانب البلاروسي اللي بينظر لمصر بتقدير شديد دولة رئيسية محورية بيقدر بشدة آراءها ومواقفها ورؤاها الإقليمية والدولية العلاقات شهدت نمو كبير منذ الاستقلال إحنا يمكن الأعوام الأربعة الماضية الوحدها حصلت فيها يعني ما يمكن تسميته بطفرة في العلاقات يعني العامين الأخيرين فقط عدد السياحة البلاروس تضاعف أربع أمرات حجم التبادل التجاري تضاعف 120% تقريبا في عامين فقط التنوع المجالات اللي بتشملها العلاقات وبوتيرة سريعة ونشطة كبير يمكن اللي بيخلي هناك أفق إضافي لهذه العلاقات هي طبيعة الاقتصاد البلاروسي وطبيعة الاقتصاد المصري إن اللي اتنين بيسمحوا بالتعاون في مجالات تصنيعية وتكنولوجية متطورة بشكل كبير